طبعا ما فيش شك ان الجيل الجديد مش مهتمة اوي بالقراية احنا عايزين نرجعهم تاني يقرؤوا زي نقدر نشجعهم سواء قراءة بقى القصة او الرواية او القراءة وده طبعا من اجل المعرفة القراءة زي ما كلنا عارفين ادى مهمة لتشكيل وعي ولادنا لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وما فيش شك ان القراءة بتساعد ولادنا كمان عشان يعبروا عن نفسهم وبتديهم ثقة بنفسهم غير مسبوقة ايمن اعتقد في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي بقى فكرة التحول الرقمي والنشر الالكتروني حاجات بتخلي الولاد مش عايزين يمسكوا ورق في ايديهم يحسين انهم بيتحركوا طول الوقت بسرعة جدا طول الوقت رايحين جايين مش محتاجين انهم بقى حاجة في ايديهم بالعكس لو قدروا يسيبوا الموبايل ويبقى في حاجة تانية مش محتاجين انهم يشلوها في ايديهم مش هيترددوا يمكن التكنولوجيا المتطورة نقدر نستخدمها كحافظة عشان نحببهم فيه القراية 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 يا اهالي يا اباء يا امهات كلنا لازم بنحاول نفكر في قصة ان احنا نلاقي حلول بديلة لفكرة القراية الدكتورة هالا يعقوب الشروني كاتبة ادب الطفل من وراءنا النهاردة هنتكلم معاها ازاي الولاد ينفع تقرأ خصوصا انهم مش عايزين يمسكوا لا مجلات ولا كتب في ايديهم يا دكتورة هالا احنا وسطينك موجودة اهلا وسهلا بيك اهلا بيكو صباح الخير يا فن صباح النوم يا اهلا بحضرتك طيب احنا الولاد ما بيمسكوش حاجات في ايديهم يعني يمسكوش مجلات ما بيمسكوش كتب نحل القصة دي ازاي انا هقولكو حاجة هي الفكرة طريقة التربية في البيت احنا في البيت معانا الولاد لما بيتولدوا هم صغيرين شايفين الاب والام معاهم موبايل وفيه تليفزيون وفيه فيديو وفيه بتاع ده كمبيوتر لكن ما فيش كتاب فجأة بيظهر الكتاب في حياتنا نخش المدرسة يظهر الكتاب في حياتنا الفجأة دي هي المشكلة هات اي حاجة اي موقع في البيت يعني هنجيب بنت ما بتخشش المطبخ خالص وفجأة هتتجوز وتخش المطبخ هتعمل اكل كويس مش ممكن اي حاجة هتيجي فجأة مش هيبقى فيها نتيجة ايجابية فالفكرة ان البيوت عندنا ما فيهاش كتب البيوت اللي فيها كتب الولاد بيها احنا جيل مكتبة القراءة والمبادرات القراءة للجميع بالزبط ازاي مايبقاش في بيوت عندنا اغلبنا كتب لكن هل لسه بنقراها ده السوء هي المشكلة مش كحكاية انك بتقريها بتمسكيها حتى يعني الاهالي مشغولين لدرجة انهم ما بيمسكوش كتاب قدام الولاد ما بيمسكوش جريدة ما بيمسكوش مجلة يعني مثلا انا باوة كان بيقرأ وانا واخوية طلعنا بنقرأ وولادنا طلعوا بيقرؤ ولادهم طلعوا بيقرؤ لسبب انه دايما ما شعفهن اهو ده البيت ده اللي بيحصل في البيت مسكين كتب انت بتقرأ ايه طب ما فيهاش صور ليه طب تعالى ناخد كتاب فيه صور ما هي حديث صغير الاهالي ابعد عني انا مش فاضي لا ما فيش حاجة اسمها مش فاضي انا وانا جاية النهاردة بس اني بقى مش فاضي انا وانا جاية النهاردة الحفيدة عايز يجي معايا اعدت اتأخرت على ان انا انزل عشان اقنعه انه لازم يستنى لانه ما فيش تصريح يعني اتأخرت عشان يبقى هو مقتنع ان فيه سيستم لازم يحصل عشان تيجي لازم يبقى فيه تصريح وانت ما عندكش بطاقة فانا فيش هتينفع تدخل يعني عملنا حديث تفاصيل عشان يختنع لازم يكون فاهمها ولازم يعرفها يبقى فاهم يبقى فيه طريقة فيه طريقة نعملها لازم نعملها عشان نروح نخش التلفزيون طيب دكتورة ازاي رتم الحياة السريع انعكس على الكتابة للطفل بص انا بقى اعاني بالرتم السريع جدا والحاجات اللي بتحصل فجأة يعني وفيه حاجات بتتغير بسرعة يعني كان فيه حاجات بنعرفها زمان دلوقتي مش بنعرفها بس هقولك حاجة انا دلوقتي كنت بتفرج عليكم فيه ناس بتلعب شطرنج لعب الشطرنج ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الولاد يقبلوا على القراءة ليه؟ لان مخوهم شغال جامد جدا بيبقوا عايزين معلومات جامدة جدا كتيرة فبيضطروا بقى يبتدوا يستعملوا التكنولوجيا وبعدين يبتدوا لقوها مش مساعداهم لان النور بيطقطعوا والميديا بتدلهمش حاجات وعايزين شبكة انترنت فبيروحوا يتجهوا للكتب غصبا عنهم فبتدوا ستلاقيهم بداية شطرنج لكن النهاية معلومات بتخش بسرعة المخ اشتغل انت شغلت مخك بالضبط فانا دايما نقول يا جماعة الكتاب مش مكروب مش وباء لا تحطوا الكتب في البيت لمجرد يعني ما تتخلصيش طيب من الكتب بتاعة المدرسة بأسرع ما يمكن بمجرد ما الولاد يخلصوا يعني دي ظاهرة عشان ما حسسوش حتى ان انت كنت بتذاكر عشان شوية دول وخلاص يلا ارمي الكتب اه خلاص انا عندي الكتب بتاعتي من سنة اولى ابتدائي يعني انا عندي كتب اولى ابتدائي عشان البيت نفسه كده فان البيت كده بابا محافظ لنا عليها مجلدها وحاطتها دي كتب هالا ودي كتب مجدي يعني حس ان انا وانا دلوقتي بفتش في مكتبة بابا بعد رحيله رحمة الله ايه ده بابا محتفظ بكتبي لحد من اولى ابتدائي لحد سنوية عامة وانا لقيت كتب الجامعة ايه ده يعني كان بيحتفظ بيها مش مش حاسس ان هو بيحتفظ بيها عشان هالا لا هو بيحتفظ بيها عشان دي تراص يعني ودكوري عقود تمان من افضل الناس اللي كتبوا للطفل دكوري عقوب هو مش حكاية افضل هو خنحاتتها في حياته رسالة يعني بابا حط الكتابة للطفل رسالة وهو من خلال الكتابة قال حاجات كتيرة جدا للعالم بدليل ان الكتاب بتاعه ليلة النار فاز على مستوى العالم والترجم لاربعة واربعين لغة كام واحد في مصر ارى هذا الكتاب غير الادباء كام واحد دور على هذا الكتاب الكتاب ده بيتكلم على العشوائيات وازاي هم متحدين ومتكتلين مع بعض بانهم ينجحوا في انهم يقوموا الحاجات اللي بيجي لهم يعني منطقة حرقت تاني يوم الصبح كانت مبنية ازاي ازاي بابا راح عاش معاهم راح عاش في العشوائيات وشاف الناس دي بتعمل ايه وبتتصرف ازاي وبتجيب فلوس ازاي عشان يقدر يعبر عشان يقدر يكتب بيروح يسافر يعني انا بقول له يا بابا انا معرفش عمل زيك يعني راح الجارة دي واحة واحة الجارة دي عاش فيها خمسة ايام وجاء كتب رواية معجزة في الصحراء يعني عمل معايشة لازم يعيش اذا هكتب لك وصف لبسوهم ووصف حاجتهم ليهم التقوس انا تعلمت منه ده نسافر ونشوف الموقف ايه ونكتبه ونرجع بقى نبتدي نكتب الروايات ده يمكن بيخلي الاطفال يقروا يعني لما بتكون الرواية اولها مشوق الطفل بيقرأ بيقرأها على الميديا بيقرأها على الورق انا عايزة بقى اقف عند النقطة دي احنا عايزين اعتقد كاهالي نبقى محددين التارجد بتاعنا او الهدف بتاعنا احنا الهدف ان الولاد تقرأ ولا الهدف ان الولاد تقرأ كتاب ورقي احنا عندنا نوع من انواع السيطرة علشان احنا نستالجيك جدا لفكرة الكتاب الورق واحنا مهما كنا بتادينا نقرأ حاجات بيدي اف لكن متعة القراءة في كتاب ورق دي بتبقى متعة بالنسبة لاجيال غير الاجيال الموجودة حتى لما واحد يبقى في اجازة او كده واحنا عايزين على البحر ولا احنا عايزين حيب نبقى مسكين كتاب ورق ما اعتقدش خالص ان في حد تحت سن 16 سنة مثلا ممكن بيبقى عامل البنزر ده احنا اللي لازم نقول يقروا كتاب ورق ولا يقروا في المطلق ايا كان بقى الطريقة اللي هما هيقروا بيها النقطة الاساسية القراءة هو لو بيقرأ وبيقرأ كويس هيقرأ في اي مكان في اي حاجة بأي وسيلة كل اللي هيقرأ يعني لو لقى حاجة كانت ملفوفة بورقة ساندويتش ملفوفة ورقة مكتوبة هيقرأها هيقرأ هو لو بيقرأ هي الفكرة اتقان القراءة يعني انا عملت حاجة في حياتي انا احنا كجيل معرفش كنا بنقرأ كويس ازاي في سنة ثلاثة ابتدائي فجيت في ولادي قلت لهم اهم حاجة ان احنا هنقليهم يتقنوا القراءة كل يوم كان باباهم وهو بيحلق ده انه بتاع نازل شغله يقعد واحد فيهم يقرأ قصة من صفحة والتاني يقرأ قصة من صفحة والاتنين يسمعوا بعض اخلناهم في سنة ثلاثة ابتدائي يقرأوا وفهمتوا ايه بعد كده الولاد ذكروا لوحده بعد تالتة ابتدائي اتقانوا القراءة هي اتقان القراءة وده اللي انا بنادي بي دلوقت من سن كام يا فندم ابتدي اخلي ابني يقرأ وايه نوعية الكتب كمان اللي اخليه قرأه الولاد ممكن يتعلموا اللغة. اللغة انا بكلم على العربي. احنا ابتدينا نلعب لعبة الكلمات وهم في كي جي وان. يعني يقولوا حضانه. يقولوا كلمة. طب الكلمة دي حروفها ايه? كلمة كاف. لام. ميم. اوكي. هي دي شكلها كذا. انا ابتدي تلعب معاهم لعبة الشكل. يعني بيقولوا الحروف. انا بحطها لهم حروف مجسمة. بحطها لهم بالورق. بحطها لهم قدامهم. دي شكلها كده. لما تتلزق هتبقى شكلها كده. بلعبة. احنا بنلعب. مش لعبة اشكال وحروف. تمام. بعد كده هتلاقيهم لوحدهم بيلعبوها. يعني في مرة حد من قريبنا دايق الولاد. فاسمها عيدة. يقول ابني بقى دايقته. بقى العيدة عاوح شاواء. عشان دايقته. يعني بقيت اللعبة. حتى لما تدايق من حد بيلعب اللعبة. عيدة عاوح شاواء. يمكن نقدر نطوع الشكل الالعاب. بحيس انها تتناسب مع الوقتي. يمكن دلوقتي مش متاح. نحن طول الوقت نبقاعدين. لكن ممكن احنا في العربية. مثلا انا عندي عادة بنلعب مع ولادي. لما كانوا أصغر من كده شواء. نحن بنقول حرف. والاسم اللي بينتهي بالحرف حد تاني. والاسم بالكلمة. لما كنا بنتعلم لسا الحروف. بس طبعا كانت يعني كمية رهيبة. 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 الارقام العربيات. كونوا كلمات من من الحروف بتاعت العربيات. وحطوا ارقام مختلفة من الارقام. طب هم اتعلموا القراءة خلاص. وبدأوا يركزوا مع الموضوع ده. نوعية القصص بقى ايه؟ السن الصغير لحد سن ثالثة او رابعة ابتدائي. بيبقى الكتب مثلا بتبقى مساحات من الرسوم. وكلام قليل. زي كده. الرسوم اكتر. العلوان اكتر. والكلام كبير. ومش كتير. يعني انا شايف فيه اربع او خمس كلمات. بالكتير قوي. والصفحة كلها رسوم. بالزبط. ده سن صغير. السن الاكبر سنة. انا مثلا هنا. السن اكبر سنة فيه رسوم برضو. بس الرسوم قلت سنة. والكلام زاد سنة. وصغر سنة. يعني كليش هعلق على الخط. الصغر وكبر الخط. ده بيفرق بقى مع المرحلة العمرية. طبعا. طبعا. لما بيلاقوا كلام صغير وجنب بعضه بيمشوا ما بيردوش. يعني الفكرة ان احنا بناخد بالنا قوي. يمكن انا وبابا زيادة شوية. ان احنا بناخد بالنا قوي المرحلة السنية للكتاب معمولة. بس ده معناها ان احنا ممكن نحكيها للسن الصغير. احنا ممكن نحكي كل الحكايات للسن الصغير. اه. والولاد يشاركونا فيها. الطفل لو حب لو احنا بنحكي له من كتاب. هيقبل على الكتاب. لو احنا بنحكي له من الميديا هيقبل على الميديا اكتر. يعني انا بحكي. ما انا احفادي الكبار بيحكوا للصغيرين. زي ما انا بحكي. يعني بحس ان انا اللي قعدة. كنت بحكي لكبير. وكبير بتده يحكي لبابا وماما وإخوات الصغيرين. ده واحد من اساليب التعليم. التعلم بالملاحظة والتعلم بالممارسة. دي واحد من اساليب التعليم. طبعا. زي ما شايفوا. زي ما بيعملوا. طبعا. وبيحكوا زي. دي هتحسي ان انت اللي قعدة. انت اللي بتحكي. بيحكوا زيك بالزبط. يعني كأن شريط تسجيل بس بقى اللي بيسجل الطفل الكبير من الصغيرين. الفكرة انه الاطفال اولا اختيار الكلمات. يعني انا دايما نقول يا جماعة احنا بنتكلم بالعامي. فيه كلام كتير جدا لغة عربية. يعني يجري دي كلمة لغة عربية فصحة. بس احنا بنقول ده بيجري. احنا بنقولها. شباك لغة عربية فصحة. افتحوا القموس. افتحوا المعجم. هتلاقوا انا عملت حصر انا وبوبايا واخويا لكل الكلمات اللي هي بنتكلمها في اللغة العامية. وهي لغة عربية فصحة. عملت حصر ليها. ولكن لم يطب طبعه لحد دلوقتي. لكن هجهزوا. لانه ده هيفيد الكتاب. وهيفيد الاباء والامهات. انه مش كل. مش لازم احط نافذة. ولازم احط يعدو. صحية. لا الطفل بيعرف كلمات. استخدم كلمات. ما يبقاش بقى تعليم لغة. كلمات مناسبة لي يا فندم. لكن في نفس الوقت زيما حضرتك قلتي. الرسالة موجهة للاباء والامهات. ان لازم البيت يكون في كتب. من هذه النقطة. اكيد. شكرا جزيلا يا فندم. مرسي جدا.